بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عاشرهم نسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الإخوة السودانيين في جميع أسقاع الأرض مشاركها ومقاربها الإخوة الكرام في دول المهجر العريض لكم التحية ولكم التجلة والتغدير كلنا نعلم جميعا أن الشعب السوداني تعرض إلى حرب إبادة وحرب استبدال واستنزاف وفي ظل هذه الظروف تتباين الآراء حول المواقف من مشروعية الحرب وعدم مشروعيتها ولكن كل هذا لا يمنعنا جميعا أن نقف مع الشعب السوداني في ظل هذه الحرب اللعينة الطاحنة والظروف الإنسانية التي يمر بها المواطن السوداني يقيني كما كان في السابق أن هذا الوضع الحالي هو نفاج طبيعي للثورة السودانية فهذه الثورة إبارة عن ثورة مستمرة تمر بمنعطفات خطيرة لذلك في ظل هذه الاختلافات والتجاذبات حول مفهوم الوضع السياسي الحالي والحرب الحالية يظل الوضع الإنسان الذي يعاني منه المواطن السوداني هي مزولية الجميع باختلافاتهم السياسية والاجتماعية والقبلية دعوتي تتركز في الآتي أن نجتمع جميعا كسودانيين باختلافاتنا في دول المهجر العريض الأوروبي والأمريكي والأسترالي والآسيوي ودول الخليج وأن نهبب كما قلنا في السابق أثناء الثورة السودانية حيث اجتمع نفر كريم من أمناء شعب السوداني تقديم الدعم للشعب السوداني أثناء ثورته السلمية المجيدة لذلك أكرر الدعوة مرة أخرى في ظل هذه الظروف أن يجتمع الشعب السوداني الموجودين في داخل المهجر بالتعاون مع الداخل بالاتصال وتنظيم الصفوف من أجل دعم الشعب السوداني في هذه الظروف الإنسانية وأن تقوم الجاليات والأشخاص والتجمعات الشبابية والنسائية وكل التجمعات السودانية الموجودة بالاتصال بالجهازات الصلة لتوفير الدعم القزائي والدعم المالي والدعم الكسائي وتوفير الأدوية التي يحتاجها المواطن السوداني وتحتاجها بعض المواطنين يعانون ببعض الأمراض المزمنة كأمراض الفشل الكلوي والأمراض السكر والضغط أن نعمل جميعا سويا من أجل الحفاظ على ودعم الشعب السوداني في ظل هذه الظروف الضغطة وفي ظل هذه التهجير والتشريد الذي طال المواطن في الدول الجوار وفي داخل السودان والدن الحرب إلى نزوح الآلاف بل نزوح الملعيم الشعب السوداني عمل كبير أن لا نترك شعبنا في ظل هذه الظروف يعاني الأمرين من جراء القتل والاختصاب والتشريد أملنا في ظل هذا الوضع الحالي ومرحلة التي يغابلها شعب السوداني في مرحلة فثلة الشتاء سوف يحتاج منا إلى الدعم لذلك يجب أن نتجمع في كل مؤسساتنا وفي كل تجمعاتنا وأن نتواصل في داخل الجاليات الموجودة في كل المهاجر أن نجتمع جميعا لتقديم صوت السودان وتقديم حالة الشعب السوداني ومعاناته بعيدا عن الاصطفاف السياسي الذي أضر بالثورة وأضر بالمواطن السوداني يغيني أن هذا الوضع جزء طبيعي جدا من الثورة السودانية فهذه الثورة مستمرة متراكمة تحتليها عثرات كثيرة ولكن يجب أن نقف مع شعبنا وبعدها نحدد ماذا نريد هذه الظروف لا تنتظر منا أن نتوقف مختفيها الأيدي عامل من الجميع وأدعى الجميع بكل همى أن يجتمعوا جميعا ويتحركوا كلا في مكانه وكلا في مغدراته وكلا في استطاعته أن نجمع المال ونجمع المعينات وتوصيلها داخل السودان ونلتغي بكل الجهات الحكومية والجهات الغير حكومية التي تستطيع أن تدفع في هذا الشأن من أجل توفير الحياة الكريمة في ظل هذه الحرب وأن لا نتوقف الشعب السوداني يعاني ويضغاس الأمرين وأن نبتعد عنه في هذه الظروف الحرجة في هذه الظروف الضغطة دعوتي لكل الحادبين من أبناء الشعب السوداني أن نلطب بهذا الشعب وأن نرحم هذا الشعب فقد عانى كثيرا وحرم كثيرا وعاش الويل وعاش المزقبة وعاش الفقر وعاش التجويع عبر تاريخه فأرحم هذا الشعب أغفم هذا الشعب يرحمكم الله والتغو فيه والتغو فيه ولكم التحية والتقدير سيفديننا نقرابي شكرا لكم